المبادرة الثانية للأفافاس نظن الأفافاس هو رسميا يقول بللي يعني يخداء مبادرة فتح التشاور ما مطرحش مبادرة واضحة الملامح يقول انه ياخد يعني الوقت باش يشاور عدد من الأحزاب السياسية وبعد ذلك ربما البعض منهم يلتزمون بمبادرة واضحة ربما هذه الطريقة تخلي تفتح أكثر الأبواب للمساهمة في الحقيقة يعني كان هناك اتصال أولي مع الإخوان في الأفافاس وما يريدون يعني تقديم الطرح انتحهم للأحزاب بطريقة يعني متبدلة وفي البداية يعني رأسي لرأسي يعني مش اجتماع لعدد من الفعاليات الأخيرة نشوفه مع الأيام المقبلة ربما تكون هناك لقاءات ثنائية وبعد ذلك بعد التشاور نشوفه كيفاش إذا كان ممكن العمل حول يعني مواقف توحد السحة السياسية ولكن هنا دائما في إطار حرية التحرك للأحزاب وربما حتى التحرك في الانتخابات مثلا يعني بدون إلزام المشاركين في إطار اللي راح يخلق يعني يربط ما بين الجميع ومن بعد تصبح ربما نزاعات الأخيرة فحنا في انتظار هذه المشاورات نشوفه يعني مع الإخوة في الأفافاس وبعد ذلك ناخد الموقف